ان كولر بيطلب تقرير عن اللعبين الموجودين في المنتخبات نادي الاهلي عنده تسع لعبين موجودين في المنتخبات سبعة في المنتخب الوطني واثنين موجودين في المنتخباتهم الأخرى فبالتالي يعني عايز تقرير عن اللعبين خصوصا ما قبل مباراة يوم السبت القادم نادي الاهلي هيلعب في طول الدور الأبطال في أولى مباراة في دور المجموعات امام جياما الغاني وبالتالي طبعا ده مهم جدا ان انت تبتدي تبقى عارف لعبتك فين وبتعمل ايه والمشارات الى مين لعب مين ما لعبش لعب كم دقيقة الامور بالنسبة له عاملة ازاي النهاردة النجم بيرستا ونجم النادي الاهلي جاب هدف الحقيقة لفوز فريقه اتنين صفر النهاردة جنوب افريقيا ادر ان هو يكسب بينين اتنين اتنين واحد انا اياسف وادر ان هو يحرز الهدف الاول بيرستا وبالتالي يعني برضو ده شيء جميل او واحد من تقرير جاله بسرعة او كولر ان اللعب بتاعه ونجم النادي الاهلي في التوقيت السابق الحقيقة والحالي انه بيحرز هدف التقدم ساعتها لجنوب افريقيا طيب على الجانب الاخر هو برضو مهم جدا انه يتابع الفريق اللي هيلعبه ان شاء الله يوم السابت الجاي يوم 25 مديامة الغاني ممكن اسمه مش بتردد كتير يعني مش شفناش الاسم ده كتير في الاندل افريقية وبالتالي بيطلب تقرير عن الفريق وان دي هتبقى مهمة يعني الموجودين في الجهاز الفني والتواصل مع المسؤولين مثلا في اسفار افغانا ويجيبون بعض الامور اللي ممكن تكون مهمة عن الفريق وان كان طبعا احنا الوقت الحالي كله بقى متاح من خلال الانترنت لكن في الاخر تقرير فني مهم جدا هيسلمه كولر عن هذا الفريق اللي يمكن اكيد هتبقى اولى مباراته وممكن يبقى مفاجئة الحقيقة فقد اوليسة هنتفرج ونشوف مديامة الغاني ومشواره في دوري ابطال واولى المشوار هيكون قدام النادي الاهل كافة الخالب بيبو مدير الكرة بتسلم التقرير الخاص وهيسلم تقرير خاص عن السلاسي يعني العيبة اللي موجودة داخل المنتخب اللي يمكن كان فيه ازمة واستبعادهم من المنتخب سواء امام عشور والشحات طبعا طرق حامد مش من السلاسي طرق حامد في الدول السعودي وبالتالي ايه اللي حصل وليه وعشان ايه وهل ممكن نادي الاهلي اتخذ اجراء لمسندة المنتخب دي امور مع يعني اكيد كاتخطيب هو صاحب القرار كاتخالب بيبو من خلال تصريحه قالك ده شأن دخلي بالمنتخب وتم اتخاذ قرار خاص بالمنتخب وإدارة المنتخب لكن النادي الاهلي هل هيكون لي موقف هنشوف يعني كاتخالب بيبو عيسلم تقرير لرئيس النادي كاتخطيب وايه اللي يحصل بالنسبة لهم ده برضو من خلال التقرير اللي هيقدمه الكاتخالب بيبو واسباب استبعاد السنائة سواء حسين الشحات او امام عشور طيب عشان الناس بس اللي بتتكلم على مودست الحقيقة احنا اتكلمنا عليه كتير فبالتالي يعني مش في حاجة ان احنا نتكلم عن مودست واموره الفنية في الفترة اللي فاتت وإيه اللي ممكن يحصل الراجل ماشي ومكمل مع الفريق لكن في حالة ان الامور ما نجحش او يعني الامور بالنسبة له النادي الاهلي بتده يفكر ان هو يلحق ويجيب لعيب كويس في يناير ويكون بديل عنه في القيمة النادي الاهلي لازم يدفع مليون وربعمائة الف دولار لفسخ التعاقد معه ده اللي هو بقيت عقده بالكامل بالاضافة ان كان فيه تلتمائة الف دولار اخدها في انضاءه للعقد يعني في البداية فكده هيبقى قيمة عقده كلها مليون وسبعمائة لتبقى هو المليون وربعمائة ده في حالة النادي الاهلي لو حب يفسخ التعاقد مع مودست في يناير القادم وده طبعا هيبقى شيء صعب ولازم تديره الفرصة لان المبلغ كبير واكيد يعني هيبقى فيه زعل على الفلوس دي لان العملة الصعبة نفسها كمان بتجيبها يعني بصعوبة في الحقيقة في الوقت ده لكن الراجل بيديله الفرصة وهيفضل يديله الفرصة وهيفضل يديله الفرصة مش عشان الفلوس بس عشان هو في حاجة لان هو لفيرويد يكون فيه المكان ده جيد هننتظر هننتظر لمودست ايه اللي هيعمله فيه الفترة القادمة وهال مستوى هيختلف ويتحسن باعطاء الفرص ليه ده اللي هنشوفه فيه الايام القادمة وانا برضه يعني جمهير النادي الاهلي وهي بتسأل يا جماعة الراجل ده هل ممكن ييجي منه فيه ناس تقولك اه فيه ناس تقولك اه لانه هم شافوا فيديو ليه وهو في بروس دورتمون الحقيقة وفي قندية اخرى بيجيب اهداف عالمية لكن ليه مع النادي الاهلي كده هو برضه جماعة فيه اسباب ممكن تبقى موجود الراجل مثلا كان بيلعف الدوري اوروبي هنا كرة مختلفة وشكل مختلف قعد اربع شهور ما بيتمرنش ده ممكن يكون من الاسباب فعشان كده يقعد وقته عبال ما يرجع السن الكبير برضه ده بيفرق ففيه ناس بتبقى اراءها مختلفة بخصوص مودست هل هيعود ويبقى مودست بتاع اوروبا ولا هيفضل مودست بتاع ممكن الدوري الدرجة التانية في اوروبا يعني فهنشوف الايام القادمة بالنسبة ليه مودست طيب في نفس الوقت كولر بنجحاته مع النادي الاهلي عندية في الخليج يعني اكيد فيه عروض بتيه ليه بنجاحه الحقيقة زي ما تشافين برضه فيه تحركات بتحصل فيه المدربين في الدوريات الخليجية الحقيقة سأبقى في سعودية وفي قطر او 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 يعني حقيقة وبالتالي فيه عدة اندية ممكن تكون يكون كولر وصل لها وصل ليه عرض من الاندية دي وبالتالي هو الراجل ماضي سنتين او اتفق مع الادارة انه هو يجدد سنتين غير السنة اللي هو فيها يعني 20-26 ده كولر هيفضل قعد فيه النادي الاهلي فبالتالي هو قال لك استنوا شوية لغاية ما بعد من ديال الاندية اللي هيكون في ديسمبر ان شاء الله عشان يتم تفعيل العقد اللي اتفق عليه وبتدوا كل التفاصيل الخاصة به هذا العقد هنشوف برضو كولر بيفكر في ايه لكن حتى الان النجاحات اللي عملها كولر في حياته لا تقارن باللي عملها في النادي الاهلي حقيقة النادي الاهلي عملها له في ستة شهور عمل نجاحات كبيرة جدا فحياته كلها في برا في اوروبا ما عملش غير نجاحات يعني نجاحات بسيطة جدا فبالتالي طبعا فضل الاهلي على المدربين دايما بيبقى كبير كان فيه اقتراح قبل يعني يعني قبل ما المشكلة تجبر من الشناوي كابتل فريق النادي الاهلي وكابتل منتخب مصر برضو احد الكابات اللي موجودين في منتخب مصر ان الاتنين اللي عيبة سواء الشحات او عشور يعتذروا ليه فيتوري لكن اللعيبة الحقيقة برضو رفضوا ان هم يعني دي المعلوم اللي عندنا ان هم يعتذروا ليه فيتوري فبالتالي يعني ما لحقوش الموضوع في اوله يعني ما لحقوش لان ممكن يعني ايه فيه لعيبة تاخد موقف لحظي وبعد كده تروح تعتذر وتقول احنا كنا معلش كنا في لحظة يعني زعل ومش يعني مش مبسوطين من الموقف اللي احنا قعدنا على الدكة وملعبناش ويلحقوا يعتذروا لكن واضح ان هم رفضوا الاعتذار فبالتالي تم اتخاذ قرار خاص بيهم في الاستغناء او استبعادهم من قائمة المنتخب اللي سفرت لليبيري